من المتعرف عليه أنه أغلب براءات الاختراع في العراق وفي العالم هي من قبل أساتذة الجامعات والكادر التعليمي اليوم إحنا غير اليوم إحنا مع 35 مدالية ذهبية وفضغية الرفع بيها راية الله أكبر عالية اللي هي مرفوعة على طول في الميادين ميادين الاختراع الدولية اليوم إحنا مع الأستاذ حسين الشمرتي ونفتخر به أنه من القطاع الخاص السيد حسين سأل فيني شلون بدت فكرة هذه البراءات الاختراع وبياحق البدات هاي البراءات متخصة وشلون تم استثمارها نعم من قبلك طبعا نعم السلام عليكم عليكم السلام أشكر القناة النعيم على تقديمها هذا البرنامج الرائع والثقف للعلم والابتكار وذقاب الناس من جهابذة الناس العراقيين مفتكرين وعلماء الفكرة بدت أنه بطلب من وزارة الزراع حقيقة أنا عدي هواية بالابتكارات وقديما يعني القراءات فطلب وزارة الزراع أنه ماكنة مقلبة أسمد أعضوية يعني من يم طلبت؟ رادت تستخدمها غيرا لا عفو رادت تصنيعها محليا أها يعني شاءت الصدف أنه أكون أنا موجود بالساحة فأتعرفوا علي فقمت بالواجب مالتها وبرعاية أساتذتنا وبالوزارة ودكاترة وزارة الزراع فقدمت الفكرة وطورتها بهذا الأثناء التطوير أحد أساتذتنا قل لي ليش تخليها براعة اختراع نعم فقدمتها تستحق أن تكون براعة اختراع نعم فقدمتها وصارت براعة اختراع الحمد لله والشكر وهي فخر يعني العفو يعني هي عوضت عن الأجنبية عوضت مكان ما نستورب بالعملة الصعبة صارت براعة اختراع عراقية وأفضل من البراء الأجنبية مثل ما تقول تقول طورتها نعم نعم حتى أجواء العراق تستحملها النباتات أو التقليب الأسمنة العضوية الموجودة بالعراق تتلف عن غير دولة يعني مهم فأساتذتنا ودكاترتنا الموجودين بالوزارة الزراعة ساعدون هواية معنويا يعني التصنيع تم بما يتلائم مع البيئة العراقية بما يتناسب مع النباتات العراقية يعني هي هي محصلتها يعني السعف والهذا تحولوه إلى سماد عضوي نعم سؤال فينا عن هاي الفكرة بغا السماد العضوي هو فكرة جديدة بس قديمة من ملايين السنين نعم لأن الغابة أساسا هي تنثر ورقها والنفط منين والطيور والأرض تخمرها فصير سماد عضوي واحنا بعد آلاف السنين كنا نصير نفط نعم فكانت الفكرة أنه هذا فكرة جديدة وخصة سماد العضوي هو آمن للمزروعات نعم وسوق غالي يعني أورغانيك يسموه بالخارج أورغانيك يعني معناها تصنيع عضوي نعم 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 فالتصنيع مالة السماد العضوي بكل سهولة يقدر أي فلاح أو أي مستثمر أو هذا فعلا أنا جميع محافظات العراق كلها أنا عدي مكاين بتشهد أنه موجودة هذا بالمراكز السماد العضوي وحتى الوزارة الصناع والمعادن معما سكر ميسان أسأل سولف على الاستثمار بعدين سولف لي على البراءة الثانية جنابك البراءة الثانية طلب من عندي نعم نفس الأساتذتنا ودكاترتنا الموجودين بالوزارة الزراع هم مجرشة فأنا طورتها بشكل يسهل يسهل التعامل معها مجرشة مال شنو مجرشة عادية بس يسهل التعامل معها ما معقدة ما معقدة بدل ما تفك المنخل خلال بحدود السي ساعات أو يوم كامل أو يومين بينما أثناء عملها تبدل المنخل بخلال دقيقتين شاركتها نسمعت أنه جنابك مؤتمرات عالمية خارج العراق وحصلت على جوائز ذهبية وفضية كذلك سأل فينا على هذه المشاركات مشاركتي مصر تبتكير قبل حدود أربع سنوات ومشاركتي مشهد معرض في إيران جمهوري الإسلامية نعم جمهوري الإسلامية فحصلت المداليات الذهبية ماشاء الله يعني خاية الله أكبر هي على طول مرتوعة ساهمت في رفعها في مكان بين مختلعي العالم وهذا شيء رائع سأل فينا على استثمار مهل برعتك يعني جنابك سمعتك قلت أنه وزارة الصناعة وزارة الزراعة كانت فكرة أنه التوريد للمملكة العربية السعودية وللكويت والمصر بس صدمت معوقات بوزارة التجارة ووزارة هذا أنه ممنوع تطلع ماكنة أو هذا فأكو معرقلات روتينية الروتين القاتل يعني بين الوزارات وبين أنه مصر أنه تطلع مكينة أو ماكنة أو عمل من العراق للحاج يعني الحقيقة هاي المعوقات يعني نتمنى من السادة المسؤولين اللي اللي يشاهدون هذا البرنامج أنه هاي القيود تنشاهل لأن المخترع يحتاج دعم مادي ودعم معنوي في نهاية هذا اللقاء أحنا الحقيقة أنا استمتعت باللقاء مع جنابك كريم ولأن أنت تستثمر براءاتك على أرض الواقع بارك الله بك وشكرا رزيلا شكرا على حضورك من النجف الأشرف إلى مغداد شكرا لزيلا شكرا لزيلا جنابكم دكتور أكثر أكثر اشتركوا في القناة